مجز الأخبار من قناة الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية أرسلت مؤسسة سونالغاز أمس وفدا من الإطارات الرئيسية المسيرة إلى ولاية برجباج مختار ومنطقة الدبداب بولاية إليزي لمتبعة وضع التموين بالكهرباء والوقوف على مستوى أداء سونالغاز لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتفادي أي مشاكل خلال فصل الصيف وذلك على إثر موجة الحر التي تم تسجيلها عبر هذه الولايات خلال الأيام القليلة الماضية حسب ما أفاد به بيان للمجمع العمومي وأوضح ذات البيان أن شركة سونالغاز وضعت عددا هاما من المشاريع الطاقوية حيز الخدمة بهدف تقوية وتعزيز شبكة الكهرباء من أجل ضمان خدمة نوعية وأشار المجمع إلى وضع سبعين وأربعين منشأة طاقوية كبرى حيز الخدمة وكذا إنجاز ستمائة وسبعة وثمانين محولا كهربائي والفين وأربع وخمسين كيلو متر من شبكة توزيع الكهرباء قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد البيكا مرفوقا بوزير الاتصال محمد العقاب أمس بزيارة المجاهد الرمز محمد حاجحمو بمسكنه بالجزائر العاصمة من أجل إطمئنان على صحته وتقديم التهاني له بمناسبة عيد الأطحى المبارك حسب ما أفاد به بيان لوزارة المجاهدين وأوضح البيكا أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإلاء العناية والمتابعة المستمرة لرموز الثورة وقادتها الأحياء والمجاهدين وأرامل الشهداء واستحضر الوزير وفقة المجاهد شيئا من الذاكرة خاصة وأن الجزائر على أبواب استقبال محطة تاريخية هامة وهي عيد الاستقلال من جانبه ثمن المجاهد محمد حاج حمو هذه الزيارة شاكرا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لفئة المجاهدين وذوي الحقوق ولكل ما له صلة بتاريخنا الوطني أطلق المجلس الأعلى للشباب مبادرة هيى شباب بهدف تشجيع هذه الفئة على التسجيل في القوائم الانتخابية والتجاوب إيجابا مع عملية مراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قولة التي أطلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع من سبتمبر المقبل وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في مختلف محطات بناء الجزائر الجديدة حسب ما أفاد به بيان للمجلس واعتبر المجلس الأعلى للشباب أن هذه المبادرة تشكل فرصة حقيقية لتعزيز التواصل بين الشباب والهيئات الرسمية كما تأتي تجسيدا للتناغم والتعاون المطلوبين في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيزا للدور الذي يلعبه المجلس في نشر الوعي السياسي لدى الشباب الجزائري انطلقت أمس التظاهر التي دعت إليها جمعية بنات الساقية بساحة الأمم المتحدة أمام مقر مجلس حقوق الإنسان بيجونيف وسط حضور كبير للجالية الصحراوية والمتضامنين مع كفاح الشعب الصحراوي حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية ورفع مئات المتظاهرين لافتات تدعو مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إطلاق صراح السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وحماية المدنيين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وحضر هذه التظاهر معتقلون صحراويون سابقون بالسجون المغربية كما حضرها ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بيجونيف أبي بشار البشير الذي ألقى كلمة بالمناسبة مشددا على ضرورة حل القضية الصحراوية وفق القانون الدولي رياضة الآن فاز المنتخب الوطني أكاب الرجال للتينس على نظيره الكاميروني بنتيجة ثلاثة مقابل صفر بالواندا الأنغولية في منافسة كأس ديفيس 2024 المتموعة الرابعة منطقة إفريقيا الجارية لغاية يوم غد السبت وافتتحت هذه الجولة بفوز اللاعب الجزائري يوسف ريحان في المباراة الفردية الأولى أمام بوريس كامديم وفي مباراة الزوجي حقق ثناء الجزائري يوسف ريحان وتوفيق سهتالي الفوز أمام الثنائي الكاميروني وهو الفوز الثاني للجزائر عقب الفوز الأول المسجل يوم أربعاء الماضي في جولة الافتتاح أمام البلد المستضيف للبطولة نهاية الموجز قدمته لكم إيمان شربي في أمان ترجمة نانسي قنقر